مدرسة الروابي للبنات درس للجميع جريمة شرف فضحت كل المسطور صفعة بوجه الأهل وعار على المجتمع هاي قصتنا اليوم مسلسل شغل الرأي العام أهلا وسهلا فيكم بقناتكم الأنوعة أنا قد أنسى المسلسل لا يشبه المجتمع الأردني لنتفق يشوه نظرة الغرب إلى العرب وغيرها من الاتهامات التي طالت مسلسل مدرسة الروابي للبنات الذي يعرض عبر شبكة نتفليكس المسلسل ست حلقات هو أكبر من الدائرة الديقة التي وطع فيها لا يتناول المجتمع الأردني فقط وهذه المدرسة التي جمعت ست فتيات لكل منها شخصيتها هي نموذج عن المجتمع الذي يحتوي التنمر والقاسي والضعيف الشخصية ومن يتعرض للتنمر كلهم ضحايا البيئة التي عاشوا فيها فالتنمر يسعى لإثبات نفسه التي تهمشها عائلته ليان والشخص الذي يتعرض للتنمر مريم يتحول مع الوقت لكتلة من القسوة ينتقم من الجميع بطريقة شيطانية ويصبح شخصا عدوانيا وما بين هاتين الشخصيتين يصنع الأهل ضحايا وليس أطفالا المسلسل جريء نعم كثيرا لكن هل بالغ بوصف الواقع؟ إطلاقا فعندما تخرج من القوقع التي تضع نفسك فيها تكتشف أن قصة العمل تضيء على دور الأهل في تنمية شخصية أولادهم فما زال نتوقع مثلا من فتاة تنتهك خصوصيتها في منزلها وهي محط شكوك دائم من إخوتها الشباب تعيش في السجن ووالدها يقف بجانب إخواتها ولا يحميها ستتظاهر بشخصية المتنمر طبعا لتخفي ألمها ماذا تتوقع مثلا من فتاة والدها مطمن كحول ولا يهتم لها إطلاقا؟ طبعا ستفجر هذا الألم خارج المنزل وبصديقاتها كي تشعر بالقوة التي حرمت منها في عائلتها وماذا تتوقع عندما تقف فتاة أمام اتهامات شنيعة بالتحرش بعد تعروتها لضرب مبرح ولا يصدقها أحد حتى والدها ووالدتها أيضا طبعا ستصبح ميولها عدوانية لتعيد إثبات ذاتها التي سحلت أمام صديقاتها يشوه صورة المجتمع كلا هو مرآة المجتمع ومن يقول أن هذه الأمور لا تحدث في مدارس للبنات إنه لم يعش تجربة الدراسة بمدرسة خاصة للبنات حتى بمدارس الشباب يحدث هذا هو ليس حكرا على أحد المسلسل نموذج عن مجتمع يدهس الآلاف فيه غيره تحت مسميات القوة ربما تكون نهايته قاسية جدا أن يقتل شعب شقيقته بعد أن عثر عليها هاربا من المدرسة في منزل شاب آخر تحت ما يسمى شريمة شرف هذا الشاب ضحية عائلته التي لقنته أنه مسؤول عن شرف شقيقته وعائلته ضحية مجتمع لا يرحم الفتاة ويتصرف معها أنها جزء من ملكيته فترى أول شاب فترى أول شاب يقع بطريقها يظهر منقزها ببعض العاطفة منه فقط قد يرى البعض هذا الكلام تبريرا للهروب من المدرسة والتنمر والتصرفات العدوانية أبدا هو فقط إضاءة على مكان الخطأ الأساسي ربوا بناتكم بحب لا بخوف علموهن أن حريتهن وسيلة وليست هدفا احموا فتياتكن بتجيعهن على التعبير عن أنفسهن وليس بفن السلاح والترهيب وصلنا لنهانة الفيديو بتمنى كون شرحت الفكرة وما حدا يزعل مني عم بورد رسائل من أشخاص راسلوا القناة عن التنمر بتمنى تكون درس للكل هالرسائل من أشخاص مجهولين ما حابين يحكوا عن شخصيتهم أصدقائي المسلسل لخص التنمر في المجتمع بكافة أشكاله والمسؤولية تقع على عاطق الجميع بتشكر متابعتكن أصدقائي وانطرونا بخبرية جديدة مع أخبار أناقة أنسا فدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر